كابتن أمين خلأ سئلك هذا السؤال الافتراضي فلنفرض أنه أنت صرت مدربة للمنتخب الوطني قل لي جهازك الفني من منه راح يتكون وعددهم ومنه بعد منه تدخل وياه يعني خلل نقول مسميات وظيفية تعرف منتخبات البلدان الكبيرة بها مسميات وظيفية عديدة يعني بالجهاز الفني احتي لي أنا عند أشوف رؤيتك لأن الجمهور اليوم عند أشوف على اللايف والبث اللايف يعني متفاعلين معك بطريقة رهيبة فقل لي جهازك الفني المساعد منه ممكن يكون أنا بالنسبة لي الجهاز الفني رح يكون مكس بين الأجنبي وبين العراقي الأجنبي عندي أنا مساعدين أجانب وبنفس الوقت المساعدين العراقيين نتدخل مع العراقيين يعني الشباب اللي أنه عندهم طموح وعندهم رغبة بالقوية بالعمل فيردوني برزوني يردوني يقدموا نفسهم أنا بالنسبة لي أدور على المدرب الجوعان جوعان تدريب جوعان عمل أدور على لاعب جوعان لعب جوعان إنجازات جوعان فوز يعني لو تشوف كريسيان رونالدو وميسي 15 سنة هم ينافسون على أفضل لاعبين بالعالم 15 سنة من مجموع 260 مليون لاعب لا يزال ينافسون لأنه جوعانين أنا أدور على هذا الجوع أدور على هذا العطش الموجود عند المدرب وموجود عند اللاعب فمن أسوي ميكس بين الأجنب وبين العربين وأنا أقودهم وأنا أوزع المهام راح تشوف إنه راح نطلع بأحلى توليفة حلوة وفي نفس الوقت راح نفيد المنتخب العراقي بشكل عالي جدا لأنه قلت لك ياها عايش في برطانيا عندي خبرة واسعة عندي فكرة صح ما أخذت فرصة قبل مجرد ثلاث عندي أدربت بالدور الإنجليزي اللي وسيمي بروفشنال وكان عندي أكاديمية بس الفرصة اللي أجدت لي بالرمثة هذا خير دليل أنه اقدرت فريق من منتهي أربعين سنة ينتظر بطولة ومجموعة كمية المدربين المحترمين اللي أجوي يقدموا وحاولوا يقدمون ما سووا نتائج جدا أنا سويت نتائج في مرحلة العياب من النتائج سويته غيرت اللاعبين بس العمل مع الأندي تعرف هو مختلف كابتن أمين عندك وقت أطول لحل المشكلة دائما من اللاعبين تحت أمرتك من بداية الأسبوع نهاية الأسبوع بالمنتخب هذا ما رح تلقاه بالمنتخب رح تلقاهم أيام الفيفا فقط يعني أنا أنت حاسب هذه الأمور عندما تتحدث بهذه الجرأة وبهذه الثقة ما شاء الله يعني اليوم أتمنى تشوفوا اللاعبز دايح شون